قبل حوالي ساعة بدأت عملية نقل المساعدات إلى داخل هذه الطائرة وشحنها إلى هذه الطائرة المساعدات يقدمها مركز ميكس المالي الإغاثة تتوزع هي حوالي 35 طن تتوزع ما بين مساعدات غذائية وإيوائية وأخرى طبية من المفترض أن هذه الطائرة ستنطلق بعد حوالي ساعة من الآن ستصل بعد ذلك إلى مطار العريش ومن ثم ستقوم السلطات هناك بإنزال المساعدات الموجودة في داخل هذه الطائرة إلى شاحنات وبعد ذلك عن طريق الشاحنات تنقل المساعدات إلى معبر رفح البري وتنتظر في معبر رفح في انتظار السماح لها بالدخول إلى داخل قطاع غزة بالطبع هناك قبل دخول المساعدات وقبل دخول الشاحنات هناك حاجة إلى التنسيق ما بين السلطات المصرية وما بين إسرائيل حتى يسمح لهذه المساعدات بالدخول المساعدات كما ذكرت لك تتوزع ما بين غذائية وطبية وإيوائية هناك أكثر من مئة خيمة هناك كثير من المساعدات الطبية التي تم تحضيرها هنا وبالتنسيق مع الجهات والهيل الأحمر والمشافي في قطاع غزة فهذه المساعدات الطبية هي ما تحتاجه بالفعل المشافي في قطاع غزة لا يتم إرسال المساعدات بصورة عامة دون أن يكون هناك احتياج لهذه المساعدات الطبية من المشافي وهذا أيضا هو الحال بالنسبة للمساعدات الغذائية المقدمة حوالي 35 طن ستنقلهم هذه الطائرة وهذا هو بداية لجسر المساعدات الذي بدأه مركز الملك سلمان للإغاثة هذا الجسر تواصل خلال الأيام المقبلة وستنطلق العديد من الطائرات محملة أيضا بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية بالطبع عندما تحدثنا إلى المسؤولين في مركز الملك سلمان للإغاثة قالوا أن التنسيق يجري على قدم وساق ما بينهم وما بين الجهات المسؤولة في قطاع غزة للبحث في توفير الاحتياجات المطلوبة وليس فقط إرسال مساعدات دون أن يكون هناك احتياج ماس لها داخل هذا القطاع وأيضا هناك آلية لمتابعة توزيع من قبل مركز الملك سلمان لمتابعة توزيع هذه المساعدات على الجهات التي طلبتها وأيضا على مستحقيها من المواطنين بعد حوالي ساعة من الآن ربما تنطلق هذه الطائرة كما تشاهدين هناك مجموعة أو بعض الموظفين من مركز الملك سلمان للإغاثة يعني يصعدون الآن على متن هذه الطائرة لمراقبة أو للتنسيق أو الحديث مع طاقم الطائرة تم نقل هذه المساعدات قبل حوالي أو شحنوها قبل حوالي ساعة أو ساعة ونصف من الآن ومن ثم بعد ذلك سيسمح لهذه الطائرة بالإقلاع حيث تصل لمطار العريش في حوالي ساعتين ونصف تقريبا ومن ثم بعد ذلك تم نقل هذه المساعدات عبر الحافلات إلى معبر رفح البري لتستقر أمام المعبر في انتظار السماح لها بالدخول